السلام عليكم ورحمة الله طالبات العزيزات في مدارس المحور إن شاء الله حنبدأ بالوحدة الثانية وحنبدأ بدرس المضروبات كما تلاحظنا يرمز المضروبات ب نون مضروب أو مضروب النون حيث مضروب النون هو عبارة عن نون ضرب مضروب النون ناقص واحد أو نون في نون ناقص واحد في نون ناقص دينين مضروب أو نون في نون ناقص واحد في نون ناقص دينين وهكذا حتى نصل الواحد لنفهم ذلك نبدأ بمثال واحد مثال واحد هو خارجي وغير موجود بالدوسية وهو جد قيمة ما يلي خمسة مضروب خمسة مضروب هي عبارة عن خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين في واحد إذن حتى نصل الواحد وعند إجراء الضرب خمسة في أربعة عشرين عشرين في تلاتة ستين ستين في اتنين مية وعشرين مية وعشرين في واحد يصبح الناتج مية وعشرين تلاتة مضروب تلاتة في اتنين في واحد تلاتة في اتنين ستة ستة بواحد ستة أربعة مضروب أربعة بثلاتة باتنين بواحد ونضرب أربعة بثلاتة اتناش باتنين أربعة وعشرين ضرب واحد أربعة وعشرين وبناء على ذلك هناك أرقام يجب أن نحفظها لتسهيل الحل صفر مضروب واحد واحد مضروب واحد اتنين مضروب تنين مضروب الثلاتة ستة مضروب الأربعة أربعة وعشرين مضروب الخمسة مية وعشرين مضروب الستة سبعمية وعشرين مضروب السبعة خمستالاف وأربعين أو لسهولة حفظها خمسين أربعين بناء على ذلك مثال تنين جد قيمة كل مما يلي نبدأ بستة مضروب ناقص تلاتة ضرب خمسة مضروب بناء على الحفظ فإن ستة مضروب هي سبعمية وعشرين ناقص تلاتة ضرب خمسة مضروب هي مية وعشرين والأولوية للضرب سبعمية وعشرين تبقى تلاتة في صفر تلاتة تلاتة باثنين ستة تلاتة بواحد تلات وحاصل طرحها تلاتمية وستين مثال اتنين أربعة مضروب من أعلى هي أربعة وعشرون زائد تلاتة مضروب ستة فتصبح ثلاثون نأتي للثالث سبعة مضروب خمسة آلاف وأربعين أو خمسين أربعين خمسة مضروب مية وعشرين فنستطيع الطرح صفر ناقص صفر صفر أربعة ناقص تنين تنين صفر ناقص واحد لا يجوز نستلف تصبح عشرة ناقص واحد تسعة وأربعة تنزل فأربعة آلاف تسعمية وعشرين أما الآن نأتي لمثال تنين من الدوسية مثال تنين جد ما يلي بأبسط صورة أولا تسعة مضروب باثناش مضروب على مضروب العشرة في مضروب التمانية نرى أن الأعداد كبيرة لذا يجب أن نفكر باختصار بين البسط والمقام فنبحث عن أكبر عدد في البسط فهو مضروب الاثناش وأكبر عدد في المقام مضروب العشرة فهناك اختصار بينهما فيبقى اختصار بين التسعة مضروب والثمانية مضروب أي لو بدأنا بفك التسعة كونها الأكبر من الثمانية تصبح تسعة في ثمانية مضروب على ثمانية مضروب فنستطيع اختصارها ومن بين الاثناش والعشرة الاثناش أكبر فنبدأ بالاثناش هي اتناش بحداش بعشرة مضروب مع عشرة مضروب نستطيع الاختصار فيبقى تسعة في اتناش في احداش وفي حال ضربناها يصبح العدد الفمية وتمانية وتمانين لتأكيد الفكرة نأخذ مثال تنين مثال تنين هو ناعش مضروب على تسعة مضروب ضرب تلاتة مضروب لنلاحظ أن البسط عبارة عن حد والمقام حدان لكن الأقرب إلى البسط هو التسعة مضروب فنبدأ بالاثناش هي اتناش في احداش بعشرة بتسعة مضروب بدأنا بالنزول حتى وصلنا إلى التسعة لنستطيع اختصارها من المقام لكن الثلاثة مضروب هي ستة اختصار الاثناش على ستة تنين وفي حال الضرب يصبح الناتج متين وعشرين مثال الثالث هو نون مضروب بنون ناقص اثنين مضروب على نون ناقص واحد مضروب الكل تربيع نلاحظ أن هذا المثال بدلالة نون لذا سيكون الجواب أيضا بدلالة نون نلاحظ أن المقام عبارة عن مربع كامل لذا يمكن كتابته بهذه الصورة والآن للاختصار نستطيع اختصار البسط والمقام نبحث عن أكبر مقدار في البسط وهو مضروب النون الذي يمكن اختصار أحد هؤلاء وذلك ب قانون مضروب النون وهو نون في نون ناقص واحد مضروب على نون ناقص واحد مضروب فنختصر هذا معهد وبالنسبة لنون ناقص تنين مضروب ونون ناقص واحد مضروب فإن نون ناقص واحد مضروب هي الأكبر فيمكن فكها بهذه الطريقة نون ناقص واحد نون ناقص تنين مضروب مع نون ناقص تنين مضروب الموجودة في البسط فتفتصر فيبقى من البسط نون ومن المقام نون ناقص واحد وهكذا يكون كتابة هذا المقدار بأبسط صورة أي التخلص من المضروب أما المثال الخامس فهو ثلاثة في نون مضروب زائد ثلاثة مضروب تساوي 366 من المعروف أن ثلاثة مضروب هي ستة فنستطيع الطرح ستة من الطرفان فيبقى ثلاثة في نون مضروب تساوي 360 وبالقسمة على ثلاث ينتج أن نون مضروب تساوي 120 العدد الذي مضروبه 120 هو عبارة عن 5 مضروب مضروب مع مضروب ينتج أن نون تساوي 5 والمثال السادس والأخير هو نون مضروب بنون ناقص 2 مضروب على نون ناقص 1 مضروب بنون ناقص 3 مضروب تساوي 15 نرجع لمفهوم الاختصار حيث أن الحد الأكبر في البسط هو نون مضروب والأكبر في المقام هو نون ناقص 1 فنلاحظ أن لو بدأنا بنون مضروب هي عبارة عن نون في نون ناقص 1 مضروب وبالنسبة للمقام نون ناقص 1 مضروب تختصر أما البسط من نون ناقص 2 مضروب ونون ناقص 3 مضروب نختصر من نون ناقص 2 في نون ناقص 3 مضروب مع نون ناقص 3 مضروب تبقى في البسط نون ونون ناقص 2 تساوي 15 نلاحظ أننا نستطيع ضرب نون بالخوس نون تربيع ناقص 2 نون تساوي 15 بإدخال 15 إلى الطرف الأول ينتج هناك عبارة تربيعية تحلل نون نون ناقص سالب في سالب موجب عددان ضربهما 15 وطرحهما 2 5 و3 إما نون تساوي 5 تقبل أو نون تساوي سالب 3 تهمل لماذا لأن نون أكبر من صفر أما بالنسبة للمثال الثالث من الدوسية فهو جد قيمة نون فيما يلي طبعا بما أن المطلوب جد قيمة نون فيما يلي إذن هذا يعتمد على الحفظ مثال رقم واحد نون ناقص 2 مضروب تساوي 120 تذكر أن 120 هي مضروب الخمسة إذن نستطيع كتابة نون ناقص 2 مضروب عبارة عن 5 مضروب إذن مضروب مع مضروب فيبقى نون ناقص 2 تساوي 5 تحل المعادلة بزاء 2 على الطرفان فتصبح نون تساوي 7 إذن هذه قيمة نون للمثال الأول مثال رقم 2 نون مضروب ناقص 4 مضروب تساوي 696 نلاحظ أن بهذا الطرف 4 مضروب من القيم التي نعرف إجابتها حيث 4 مضروب 24 تساوي 696 بجمع 24 للطرفان ينتج أن نون مضروب تساوي 720 ونحن نعلم أن 720 هي عبارة عن مضروب 6 مضروب مع مضروب إذن نون تساوي 6 هذا المثال الثاني بالنسبة للمثال الثالث نون في نون ناقص واحد مضروب يساوي 24 نعلم أن نون في نون ناقص واحد مضروب هي أصل نون مضروب تساوي 24 وأن 24 هي عبارة عن 4 مضروب مضروب مع مضروب فتصبح نون تساوي 4 بالنسبة لمثال الرابع 2 نون مضروب تساوي 720 معروف أن 720 هي 6 مضروب مضروب مع مضروب 2 نون تساوي 6 فنون تساوي 3 وذلك بالقسم على 2 نون نأتي لمفهوم جديد وهو التباديل التباديل هو قانون يستخدم لحساب احتمال وقوع حدث ما ضمن مجموعة من الأحداث حيث يتم الاهتمام بترتيب المجموعة ويرمز له ب تباديل را مأخوذة من نون حيث يشترط على نون أن تكون أكبر أو تساوي را من هي نون هي عدد العناصر الكلية را عدد الحدود المأخوذة من نون قانونها تباديل را مأخوذة من نون يساوي نون مضروب على نون ناقص را مضروب أو قانون آخر ويفضل استخدامه هو تباديل نون فاصلة را يساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص تنين ضرب وهكذا حتى نصل إلى نون ناقص را زائد واحد يكون يكون عددها را مرة يعني حسب را الموجودة بالقانون بناء على هذا الحكي نبدأ بمثال رقم واحد مثال رقم واحد جد قيمة كل مما يلي تباديل اتنين مأخوذة من خمسة أي انزل بالخمسة حدان خمسة في أربعة حد حد وحاصل ضربهما عشرين هنا ننزل بالستة بشكل متتالي ثلاث حدود ستة في خمسة في أربعة ستة بخمسة ثلاثون ثلاثون في أربعة مئة وعشرون هنا العشرة مرة واحدة إذن عشرة ويمكن حل الأمثلة السابقة على القانون الأول أي لو استخدمنا القانون الأول لإيجاد تبديل خمسة اثنين يكون الحلك الآتي هذه نون وهذه را نون مضروب أي خمسة مضروب على نون ناقص را مضروب على خمسة ناقص اثنان مضروب أي خمسة مضروب على ثلاثة مضروب فينتج خمسة في أربعة في ثلاثة مضروب على ثلاثة مضروب مع الاختصار يبقى خمسة في أربعة وتساوي عشرين نفس ناتج لكن باستخدام القانون الأول لذلك يفضل القانون الثاني بناء على ذلك هناك بعض القواعد المهمة تبادل نون فاصل صفر عند وجود صفر بقيمة را يكون الجواب واحد تبادل نون فاصل واحد عند وجود واحد بقيمة را يكون الجواب نون نفسه تبادل نون فاصل نون عندما تتساوى نون مع را يكون الجواب نون مضروب وعندما يكون را أقل من نون بواحد أيضا يبقى الجواب نون مضروب لاحظ بمثال اثنين من صفحة اثنين أن تبادل مية فاصل واحد تساوي مية لأن را تساوي واحد فيكون الجواب نون برقم اثنان تبادل خمسمية فاصل صفر تساوي واحد لأن را تساوي صفر برقم ثلاثة تبادل خمسة فاصل خمسة تساوي خمسة مضروب لأن را تساوي نون فالجواب هو نون مضروب خمسة مضروب كما نعلم مئة وعشرون بالرابع تبادل ستة فاصل خمسة هي ستة مضروب لأن را تقل بواحد عن نون فهي نون مضروب وكما نعلم أن ستة مضروب هي سبعمية وعشرين نأتي لمجاهيل التبادل وهو مهم جدا نبدأ عندما تكون را مجهولة هناك حالتان أحيانا النون أحيانا الرا نبدأ برا ماذا نفعل؟ نبدأ بضرب نون بشكل تنازلي حتى نصل للناتج حينها تكون را تساوي عدد الأعداد الناتجة ولفهم ذلك نأتي لمثال ثلاثة جد قيمة را التي تحقق كل مما يلي الأولى تبديل خمسة فاصل را تساوي ستين بما أنه يحتاج را فيقول ما كم عدد الأعداد التي إذا ضربناها بشكل تنازلي بدءا بالخمسة يكون ناتجها ستين نبدأ بالتجرب من الخمسة خمسة ضرب أربعة بشكل تنازلي خمسة ضرب أربعة عشرين لم تعطي الستين إذن نزيد عليها أي خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة خمسة ضرب أربعة عشرين عشرين ضرب ثلاثة ستين أعطت الستين تكون را عبارة عن عددها واحد تنين ثلاثة إذن را تساوي ثلاثة هكذا أوجدنا را بالمثال الثاني نفس المبدأ عدد الأعداد التي حاصل ضربها بشكل تنازلي يعطي ثلاثمائة وستين بدءا بالستة نبدأ ستة بخمسة ستة بخمسة تلاتين لم تعطي ستة بخمسة بأربعة ستة بخمسة تلاتين بأربعة مية وعشرين لم تعطي ستة بخمسة بأربعة بتلاتة هنا مئة وعشرون في ثلاثة ثلاثة مئة وستون أعطت الناتج في هذه الحال واحد تنين تلاتة أربعة إذن را تساوي أربعة المثال الثالث هو ثلاثة تبادية خمسة فاصل را زائد أربعة مضروب تساوي أربعة وثمانون من المعروف أن أربعة مضروب هي أربعة وعشرون هكذا هي معادلة تحل بطرح أربعة وعشرين من الطرفان فيصبح تلاتة تباديل خمسة را هي ستون على ثلاث على ثلاث فتباديل خمسة فاصل را هي عشرون نبدأ بالخمسة خمسة ضرب أربعة تساوي عشرين أعطت الناتج إذا را تساوي عددهم فرا تساوي اثنان بالنسبة للمثال الرابع تنين تباديل أربعة فاصل را ناقص تباديل تلاتة فاصل واحد تساوي خمسة وأربعون فتنين تباديل أربعة فاصل را كما هي لأن تباديل تلاتة فاصل واحد بناء على قاعدة بما أنه را واحد فيكون الناتج نون نفسه تساوي خمسة وأربعون بجمع ثلاث للطرفان تصبح تنين تباديل أربعة فاصل را تساوي ثمان وأربعون بالقسم على اثنان يصبح تباديل أربعة فاصل را عبارة عن أربعة تقسيم اثنان اثنان تمانية تقسيم اثنان اربعة نبدأ بالضرب بشكل تنازلي أربعة في ثلاث اثناش لم تعطي الناتج أربعة في ثلاث في اثنان أربعة وعشرون أعطت الناتج إذن را تساوي ثلاث لكن نلاحظ في هذا المثال أن العدد انتهى عند اثنان إذن يمكن إضافة الواحد لأنه عدد محايد لا يؤثر على عملية الضرب ويكون أيضا الناتج أربعة وعشرون إذن يوجد را أخرى وهي أربعة فإما را تكون ثلاثة أو را تكون أربعة هذه الحالة تستخدم عندما تكون نهاية الأعداد هي إثنان فقط لأن العدد الذي يأتي قبلها هو الواحد أما الآن عندما تكون نون مجهولة نبدأ بضرب أعداد متتالية عددها يساوي را حتى نصل إلى الناتج وحينها تكون نون هي العدد الأكبر لمعرفة ذلك نأتي إلى المثال جد قيمة نون التي تحقق كل مما يلي ما هي الأعداد المتتالية التي عددها ثلاث ويكون حاصل ضربها ستين لنجرب نبدأ من الواحد واحد ضرب اثنين ضرب ثلاث حاصل ضرب واحد في اثنين في ثلاثة ستة لم تعطي ستين نبدأ بالزيادة بواحد لكل حد يعني اثنان بثلاثة بأربعة ستة بأربعة أربعة وعشرين لم تعطي نبدأ بالزيادة مرة أخرى ثلاثة بأربعة بخمسة ثلاثة في أربعة اثنى عشر ضرب خمسة ستون أعطت الناتج العدد الأكبر بينهما هو نون إذن نون تساوي خمسة نأتي إلى مثال الثاني تبديل نون فاصلة تنين تساوي تسعين نحتاج عددان متتاليان حاصل ضربهما تسعين لو بدأنا بالواحد واحد ضرب اثنين عدد يعطين اثنين لا يعطي تسعين نين ضرب ثلاثة ستة لا يعطي تسعين وهكذا حتى نصل إلى تسعة ضرب عشرة تساوي تسعين ونون هو العدد الأكبر إذن نون تساوي عشرة بعض القيم بديهيا نستطيع معرفتها كونه را تساوي اثنان فنحتاج عددان متتاليان حاصل ضربهما تسعين عددان متتاليان حاصل ضربهما تسعين تسعة في عشرة لو لو أعطى خارجي جد نون بحيث أن تبادل نون فاصل اثنين تساوي تلاتين إذن نحتاج عددان متتاليان حاصل ضربهما تلاتين من المعروف أن ستة ضرب خمسة تساوي ثلاثون إذن نون تساوي ستة لكن في حال كانت ثلاث ثلاثة أو أكثر نستخدم فيها مبدأ الضرب من الواحد وهكذا نأخذ المثال الثالث تنين تبادل نون فاصل ثلاث ناقص ثلاثة مضروب تساوي مئة واربعطاش من المعروف أن ثلاثة مضروب هي ستة نستطيع جمع ستة للطرفين فيبقى تنين تبادل نون فاصل ثلاث تساوي مئة وعشرون بالقسمة على اثنان فتبادل نون فاصل ثلاث تصبح ستون نحتاج ثلاث أعداد حاصل ضربها ستون وردت معنا بالمثال الأول فكانت واحد في اثنين في ثلاثة ستة لم تعطي تنين في ثلاثة في أربعة أربعة وعشرين لم تعطي لكن ثلاثة في أربعة في خمسة تساوي ستين أعطت الناتج إذا النون هي العدد الأكبر فنون تساوي خمسة الآن عند إعطاء تباديل تساوي تباديل دائما نستخدم مبدأ المفكوك أي أن مفكوك تباديل نون فاصل ثلاث هي البدء بالنزول بنون ثلاث مرات نون المرة الأولى نون ناقص واحد المرة الثانية ونون ناقص تنين المرة الثالثة فتصبح نون ضرب نون ناقص واحد ضرب نون ناقص اثنان فمثال واحد جد قيمة نون فيما يلي تباديل نون فاصل ثلاثة تساوي عشر تباديل نون فاصل اثنان لاحظ أن الطرفان يحويان تباديل كل واحد فيهما نون لذا نستخدم مبدأ المفكوك نفك النون ثلاث مرات بالتنازل نون في نون ناقص واحد في نون ناقص تنين وهنا نبدأ بالنزول بنون مرتان نون في نون ناقص واحد نلاحظ أن الطرفان فيهما نون ونون ناقص واحد فنستطيع اختصارهما فيبقى نون ناقص اثنان تساوي عشرة بحل المعادلة ينتج أن نون تساوي اثنى عشر لنأتي للمثال الثاني تباديل نون فاصل واحد تساوي ربع تباديل نون فاصل اثنان بشكل عام لا نفضل الكسور لذا نقوم بضرب المعادلة كاملة في اربعة فتصبح أربعة تباديل نون فاصل واحد تساوي تباديل نون فاصل اثنان هكذا تم التخلص من الربع بالضرب المقلوب الآن نبدأ بالمفكوك أربعة تبقى لاحظ أن را تساوي واحد إذن نون تبقى كما هي هنا ننزل بنون مرتان نون في نون ناقص واحد هذه المرة الأولى وهذه المرة الثانية نلاحظ أن نون تحذف من الطرفان تحل المعادلة بجمع واحد للطرفان ينتج أن نون تساوي خمسة مثال رقم ثلاثة ننزل بنون أربع مرات وننزل بنون مرتان على الطرف الثاني فتصبح نون بنون ناقص واحد بنون ناقص اثنان بنون ناقص ثلاثة تساوي ثلاثون نون بنون ناقص واحد فنلاحظ أن الطرفان يشتركان بنون ونون ناقص واحد فنختصرهما يبقى نون ناقص اثنان في نون ناقص ثلاثة تساوي ثلاثون هناك طريقتان للحل إما يتم فك الأقواس وإدخال الثلاثين والتجميع وتحليل العبارة التربعية الناتجة أو الأفضل والأسرع هو ما هما العددان المتتاليان الذان حاصل ضربهما ثلاثون نلاحظ أن العددان المتتاليان الحاصل ضربهما ثلاثون هما ستة ضرب خمسة تساوي ثلاثون منها إذن نون ناقص ثلاثين تساوي العدد الأكبر لأن نون ناقص ثلاثين هي الأكبر بالقوسان بحل المعادلة ينتج أن نون تساوي ثمانية وهكذا أوجدنا نون نأتي للمثال الأخير عليها ننزل بالنون ثلاث مرات نون بنون ناقص واحد بنون ناقص اثنان اثنى عشرة تبقى نون مع واحد هي نون نختصر نون من الطرفان ونقول ما هما العددان المتتاليان اللذان حاصل ضربهما اثنى عشر طبعا أربعة في ثلاثة تساوي اثناش منها نون ناقص واحد تساوي أربعة بحل المعادلة تصبح نون تساوي خمسة أما الآن نأتي لمفهوم آخر وهو التوافق وهو أيضا قانون يستخدم لحساب احتمال وقوح حدث ما ضمن مجموعة من الأحداث لكن لا يتم الاهتمام بالترتيب فيها ويرمز له بتوافق رام أخوذ من نون أو توافق نون فوقرة حيث نون أكبر أو تساوي را قانونها نون فوق را هو نون مضروب على نون ناقص را مضروب في را مضروب أو القانون الآخر ويفضل استخدامه أكثر نون فوق را هو تبادل نون فاصل را على را مضروب بناء على ذلك هناك قواعد مهمة القاعدة الأولى أن توافق نون فوق صفر إن كانت را تساوي صفر فالجواب واحد القاعدة الثانية نون فوق نون إن تساوت نون ورا فالجواب أيضا واحد القاعدة الثالثة إذا كانت را تساوي واحد أي نون فوق واحد فإن الجواب نون نفسه والقاعد الرابعة إذا كانت نون فوق نون ناقص واحد أي أن إذا كانت رأى أقل من نون بواحد فالجواب أيضا نون استخدام القواعد والتمكن منها مهم جدا لدرس ذي الحدين عندما يتم أخذه فيجب التمكن من هذه القواعد نبدأ بالمثال الأول جد قيمة ما يلي سبعة فوق ثلاث سيتم حلها بناء على القانونين ونرى أن الثاني هو الأفضل بالنسبة للقانون الأول ستكون نون مضروب أي سبعة مضروب على نون ناقص را مضروب على سبعة ناقص ثلاثة مضروب برا مضروب وهي ثلاثة مضروب وستكون سبعة مضروب تبقى طرحهم أربعة مضروب في ثلاثة مضروب يمكن أن نزول بالسبعة بستة بخمسة بأربعة مضروب على أربعة مضروب لاختصار الأربعة وثلاثة مضروب هي الستة وتختصر الستة سبعة بخمسة بخمسة خمسة وثلاثون القانون الآخر لو أخذنا توافق سبعة فوق ثلاثة هي تبادل سبعة فاصلة ثلاثة على ثلاث مضروب ننزل بالستة بالسبعة ثلاث مرات سبعة بستة بخمسة ثلاثة مضروب هي الستة ستة مع ستة تختصر سبعة بخمسة خمسة وثلاثون نلاحظ أن القانون الثاني تطبيقه أسهل فيفضل البقاء عليه أما المثال الثاني فيريد توافيق ثمانية فوق إثنان بناء على القانون الثاني يكون هو تبادل ثمانية فاصلة إثنان على إثنان مضروب أي ثمانية ضرب سبعة حدان على إثنان مع إختصار الثمانية والإثنان يصبح الجواب ثمانية وعشرون بالنسبة لرقم ثلاثة نلاحظ بناء على القاعدة إذا تساوت نون معراه يكون الجواب واحد أربعة بما أن را تساوي واحد فإن الجواب نون نفسها خمسة بما أن الجواب صفر فإن الجواب واحد أعتذر بما أن را تساوي صفر فإن الجواب يساوي واحد ثلاثة وأربعة وخمسة بناء على القواعد تم تطبيقها لو ضفنا السادسة ووضعنا ستة فوق خمسة نلاحظ أن نرى أقل من نون بواحد فيكون الجواب نون نفسها نأتي للمثال الثاني إذا كان توافق نون فوق ثلاثة تساوي خمسة وثلاثين جد تباديل نون فاصل ثلاثة ثم جد قيمة نون نلاحظ أن بما أن التوافق نون فوق ثلاثة تساوي خمسة وثلاثون من قانون التوافق نلاحظ أن تباديل نون فاصل ثلاثة على ثلاثة مضروب تساوي خمسة وثلاثون بالضرب التبادلي يصبح تباديل نون فاصل ثلاثة هي خمسة وثلاثين في ثلاثة مضروب اللي هي ستة ففي حال تم ضربها يصبح الناتج مائتان وعشرة هكذا يكون الفرع الأول قد تم حله لإيجاد قيمة نون نعود لما تعلمنا في مجاهيل التباديل نون مجهولة إذا نحتاج ثلاث أعداد متتالية حاصل ضربها مائتان وعشرة فلو بدأنا بالواحد باتنين بثلاثة تعطي ستة تنين في ثلاثة في أربعة أربعة عشرين لم تعطي الناتج تلاثة في أربعة في خمسة ستين أربعة في خمسة في ستة مية وعشرين لم نصل للناتج خمسة بستة بسبعة ميتين وعشرة وصلنا للناتج حينها تكون نون هي العدد الأكبر فنون تساوي سبعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر